هل سمعت عن غش العسل؟ هنا على الترابيزة عسل مخشوش وعسل 100% دعني أقول لك أنك ممكن أن تكونش جربت عسل حقيقي في حياتك قبل كده ده ما تشتري أبداً بعض الأماكن بيوصل سعره شوية العسل دول في 100 يورو ده مخشوش وده أصلي قررت أسافر إنجلترا وأروح لصديقي النحال أمجد أكتر حد قابلته محترف وبيفهم في العسل دعني الغش يوصل لفين؟ أمجد طبعاً من الناس اللي أنا شخصياً بسق فيهم في موضوع العسل فلنا عملنا فيديو قبل كده عن العسل وإزاي إنه هو بيبدأ المرحلة إنه هو أصلاً نحال يعني بيربي نحلو وبيجمع العسل وبيفلتره ويزبطه وبعد كده طبعاً ما شاء الله دقتي يبقى بيبيع عسل وعايز أقول لكم حاجة معلومة مهمة جداً جداً دي حاجة من الحياة اللي خليتني أول مفكر إن أنا أعمل فيديو عن العسل والغش في العسل إن أنا أجل الرجل ده والله العظيم بأمانة إن أنا لما دقت العسل بتاعه أوداني برطمانة عسل كل شوية كان يبعث لي يعني عسل العسل بتاعه لما دقت العسل بتاعه بقيت لما روح أدق أي عسل تاني في أي حتة أحس إن العسل ده أي كلام فكان دايماً بارجع للعسل بتاعه أحس إنه هو ده ده الريفرنس بتاعي هو ده المشاء الله عليه الأصل جيت له النهاردة عشان موضوع غش العسل موضوع غش العسل ده طبعاً موضوع كبير فهو بقى النهاردة حاول يدينا تفاصيل غش العسل للنسبة اللي ما تعرفش هل أصلاً العسل بتغش؟ أولاً بالنسبة لغش العسل فعلاً للأسف هو ثالث مادة غذائية بعد الحليب وزيت الزيتون العسل بيجي بمرتبة الثالثة بالغش تمام وآخر إحصائية توقع بالـ 2022 كان تقريباً نص العسل موجود بالعالم اللي يباع على أساس إنه أصلي مخشوش يعني تقريباً النسبة كان 46% يعني أكتر من نص العسل اللي موجود في العالم مخشوش إنتم متخيلين؟ نص العسل اللي انتو بتكلو ده يومياً؟ يعني اعتبرها نسبة صغيرة لأنه اللي أعرفه من خلال الناس وزبايني لأهم حاطي نسبة أكبر يقول لك ما في عسل أصلاً يعني أصلاً اللي متعرف عليه عالمياً آه اللي متعرف عليه عالمياً الأرقام المثبتة عالمياً هو خمسين في المية بالضبط ولكن في الحقيقة طبعاً هون موضوع أكبر من كده أكيد إزاي العسل بيتغش؟ طبعاً فيه طرق كثير لغش العسل آه خلينا بالأول نقول العسل موجود بالسوق فيه ثلاث أصناف فيه عندنا عسل صناعي صناعي بحت يعني بالمعمل وفيه عسل 50-50 مخشوش طبيعي ولكن إضافة تغذية إضافة ملونات إضافة طعم وفيه مثلاً عسل أصلي مية بالمية أزهار طبيعية هاي ثلاث أصناف موجودة بالسوق الغش فيه عدة طرق بس أشهرها أنه ينباع العسل الصناعي على أساس أنه عسل أصلي تكون صناعة جيدة مقارب جداً كطعم كلون وحالياً فيه تقدم صار بهاي الشغلة بالغش خصوصاً بالصين صاروا يبعثوا عسل حتى مضمون أنه ينجح بالاختبارات ويدخل البلد وهو عسل صناعي مجرب للنحل خلينا الغش يوصل لفين؟ يعني يبيلك الصين دلوقتي عاملة عسل بيتحدك بيقول خد حلل ده ولو ده مية في المية حلل طيب إحنا النهاردة هنأعمل شوية تقارب على بعض أنواع العسل فيه هنا على الترابيزة عسل مخشوش وفيه عسل مية في المية وتمام؟ طبعاً إحنا جبنا عينات من السوبر ماركت أو من وجودة بالسوق وعندي عسل أنا مثلاً متأكد منه اللي أنا اشتغلته مية بالمية فيه عسل مبستر هو طبيعي بس للأسف بيبستروه حتى يكسب لون أغمق شوي ويبطل يجمد فكمان نعتبره مخشوش عسل طبيعي ولكن سميته أني عسل ميت الأنظيم فيه يعني يعني ملوش فائدة إله فائدة ولكن قليلة قليلة جداً حتى بالعكس إذا تبستر بدرجة كبيرة ممكن يصير مضر بالصحة طبعاً فيه الواحد يشوف بعينه الفقاعة هاي كيف تطلع يعرف مدى لزوجة العسل مثلاً هذا نوع أصلي وهذا نوع أصلي بس اللزوجة مختلفة مختلفة اه اه اختلف النوع وفي منها ووتهري أو ما ماكي لزوجة اه ده ده على الله هذا لا تشتري حتى لو كان أصلي ده ده كده كده من على طول كده كده يعني بصوا ده أول حاجة باسم الله الرحمن الرحيم اهو كده مباشرطاً مباشرطاً طال كأنه مية ده لا تشتري أبداً حتى لو كان عسل طبيعي لأنه لو كان عسل طبيعي بكون عسل مكتوف غير ناضج غير مختوم طب سؤال بقى تانية وعليش كده ايه ده هذا عسل طبيعي دلوقتي الناس بتقول لما بتشوف العسل بيتجمد كده يقول لك ده بالضبط للأسف ده بش سليم حال تحيي؟ بالعكس تماماً أما لما أشوفه أنه متجمد بعطيه خمسين بالمية بدون ما أفحصهم أنه عسل نحل لأنه العسل الصناعي أو السيرب حالياً ما بيتجمد يعني أبداً ما يتجمد العسل الصناعي نادر جداً أنه يتجمد أما العسل الطبيعي المفروض يتجمد إذا ما تجمد بفترة طويلة مثلاً شهور أو ممكن سنة ما تجمد ممكن ترجع تسأل نحال ليش ما تجمد هل أنت مباسترو؟ طاب خل العسل حتى بطلي تتجمد؟ أو هو عبارة عن سيرب أو عسل صناعي؟ أول معلومة لك لو العسل ما تجمدش كده قعد معك فترة في البيت وما تجمدش تشك فيه ومعلومة كمان لازم ناس تعرفها أنه بيبدأ تجمد العسل بالدرجة 18 وما دون يعني الناس بتفكر حتى بصي درجة حرارة صفر مثلاً ممكن بفترات بسيطة بشتوية لأ ممكن بالصيف إذا درجة حرارة بالليل بتقل عن 18 يتجمد نيجي على الطرق اللي موجودة بالسوق في طرق عديدة منها أنك تحط العسل بالمية يعني تخليه ينزل بالمية إذا ظل محاضر على شكله قوامه وبينزل تحت كأنه تيوب تمام ما تحلل أو فلش نحن نقول بالعامية فهذا بيعطيك ثقة كويس بس ما فيك تأكد 100% راح نجرب الآن في أحد الطرق ثانية أنك تحط نقاط على المحرمة وبعد مثلاً دقيقة ممكن أنك تشوف من وراء إذا صار في رطوبة فهذا رطوبته عالية ولازم ما تشتريه طيب هنجرب أول تقربة وهي تقربة اللزوجة في المية بالضغط راح نجرب الآن الفرق بين العسل الطبيعي 100% وعسل صناعي ورطوبته جداً مخفضة زايد عفواً اللزوجته جداً مخفضة راح نشوف شو الفرق بسم الله ده أنا واحد هذا الطبيعي لاحظوا شون بينزل مثل مثل ما هو كأنه تيوب لاحظ من جوة شون وما يغير من لون المي المي زي ما هي لونها عبيت وظل التيوب مثل ما هو لاحظوا هذا العسل لاحظوا شون عم بتغير لون المي وبنفسه كيف يفلش ما عم بينزل مثل التيوب لاحظ بينزل زي بالضبط السكر بالضبط هذا جداً اللزوجته منخفضة وغير مقبول وحتى انت فيك اذا حركت المي بتشوفه بتحرك مع المي بينما هاذ لاحظ لزج ما تحرك المي بتتحرك بس ما عم بتحرك ايو ايو لاحظ مرفوض لانه لزوجته جداً مخفضة ورطوبته عالية ده مخشوش وده أصلي بصوا العسل هنا بيمشي كل مية هنا ما فيش عسلها بتحركش هون في تغير خفيف باللون هون أبداً الاختبار الثاني هذا بنحط نقاط من العسل على محرمة ونتركها تقريباً لدقيقة ومنشوف بالخلف اذا تشكل عندنا هون رطوبة فهذا العسل لزوجته جداً منخفضة ورطوبته عالية تمام واحتمال كبير انه مو أصلي سيروب او عسل أصلي ولكن اليرناضج ما منصح حدا يشتريه تمام فهاي مثلاً اول نوع هاذا اللي مخشوش ولزوجته جداً قليلة بس حتى ما نطمن كثير هذا نوع ثاني كمان مخشوش بس اللي زوجته قوية شوي أقرب العسل يعني حتى ندل انه هاي طرق غير كافية مية بالمية ولكن تعطينا فكرة وهذا العسل الطبيعي بسم الله اللي اللي زوجته كويسة بعد ممكن أقل من دقيقة منشوف لاحظوا هون ها بصوا عمل بقى وراء يا لهوي هذا فشل تماماً وهذا نوع كمان مخشوش بس نجح لزوجته جيدة كالعسل والعسل الطبيعي طبيعي مش عامل أي حاجة خالص طيب تلخيصاً كده لكلام النهاردة الناس اللي بتتفرج عايز تعرف مثلاً ايه النصايح اللي هي تخد بيها عشان تتجنب ان هي تشتري عسل مخشوش أول شغلة مثل ما قلنا لا تشتري العسل اللي لزوجته جداً مخفضة لزوجتها منخفضة زي دا كده لا تشتري ارمي على طول ما تشتريش ما تشتري ما بقعد فترة طويلة ممكن يحمض أو يخرب لا تشتري العسل انفلتر انفلتر تماماً يعني بتشوف كأنك بتشوف بلور دازم يكون في شوائب أو عكرة يعني بأكر شوية يعني لو العسل صاف فيه تماماً تماماً دا مش كويس أشك أن يكون عسل صناعي لأنه العسل الطبيعي النحل بيجيبه من الزهرة وبيجي معه شوائب اللي يحبه باللقاح عسل كلير صناعي وهذا مثلاً عسل ربيعي لاحظ ما بحكي عن لون بحكي فيه إشي عكرة في شوائب بظل فيه شوائب بسيطة يعني المفلتر دا بيبقى مفلتر تشك فيه ممكن يكون عصلي والشركة فلترته وممكن صناعي فأني أشك بالمفلتر اشتري من النحل مباشرة أفضل أو تاجر تعفو تواتق فيه يوخو من النحل مباشرة أما من تاجر لتاجر لسبر ماركت مو عارف أنت ممكن من غاشك فنسبة الغش بصير أكبر بكثير يعني حتى النحل لو غشك هو عنده مناحل وبيشتغل ممكن غشك نص على نص أحسن بكثير من ويكون مية بالمية صناعي ومخشوش بيظل الثقة موجودة بالنحل أكثر ما يكون مبالغ برخصة يعني دايماً بكل بلد في حد معين أو سعر معين العسل أقل من هيك ما بتوفي يعني ده ده بتاعك أنت صح؟ بالزبط ده أنت بيبيعه كم؟ هذا ببيعه تقريباً بعشرين بعشرين؟ بالزبط ببريطانيا تكلفة الإنتاج عالية تمام بيبقى في صور ماركت بكام؟ ممكن تلاقي بخمسة دي بقى حاجة مهمة جداً أنت ممكن تبيعه بخمسة؟ مستحيل ليه؟ عندي عالية كم تكلف يعني الخلية من شمع من التنقلات من العامل اللي بديشتغل ما تزبط معي أبداً يعني دلوقتي أنا النهاردة لو رحت السواء الماركت عشان أشتري عسل نص كيلو هنا في انجلترا واشتريت ورقيته بسبعة جنيه أو خمسة جنيه هل ده عسل طبيعي؟ لا ممكن طبيعي ومضاف له حاجة تانية لكن مش طبيعي مية في المية مية بالمية مستحيل السعر عليه عامل كبير جداً وعامل مهم بالزبط العسل الطبيعي عمره ما يكون رخيص ناشي دلوقتي معلقة هاي ستانل ستير عليه عسل الناس تقولك ايه ما تحطش معلقة الحديد أو كده في العسل عشان بتبوز الفايدة أو ما بقاش في فايدة هل كان ده حقيقي؟ لا مش دقيق وكثير صحي الخشب أوكي ممكن أفضل بس لا تنسى خشب ما يكون فيه رطوبة لأنه ممكن البكتيريا تنمو بالخشب بالعكس هون يفوتوا على مطاعم حيانا بيطلبوا منهم يكونوا ستانل ستير المواد اللي بيستخدموها مو خشب مشان البكتيريا ما تنمو زيالي يعني يا رب تكونوا استفدتوا حتى لو بحاجة بسيطة في موضوع العسل موضوع العسل موضوع مهم العسل من الحاجات اللي بتغش زي حاجات كتير بتغش ولكن العسل أسعاره يعني هلامية فخلي بالكم موضوع الغش ده وزي ما انتم سمعتوا النهاردة من أمجد شوية حاجات تعرفوا بيها طرق الغش وبس وشكرا يا أمجد باشا على هذا الكلام الجميل وأي حد في انجلترا يشتري من الرجل ده عسل عسل مية في المية بس وده كانت نهاية هذا الفيديو شوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي السلام عليكم